النهاردة زي ما حضراتكم عارفين فز المنتخب المصري لكرة اليد للسيدات تحت 18 سنة على كرواتيا وده يمكن في أولى لقاءة المجموعة الرابعة من بطولة العالم في مقدونيا الشمالية بنتيجة 33 مقابل 31 لازم بالتأكيد نهني المنتخب بتاعنا على هذا الفوز نهنيهم جدا ونهنيهم انهم اخلاقهم عالية دي حاجة مهمة اول هو عموما هيبقى فيه ان شاء الله المنتخب بتاعنا بكرة هيلتقي مع منتخب كزاخستان وان شاء الله برضو هنكسب وده هيبقى تاني اللقاءة بتاعت المجموعة الرابعة لكن انا بقولك احنا الاخلاق عندنا عالية لما بنات المنتخب بتاعنا يروحوا علشان يصفحوا عضوات المنتخب الكرواتي وده اجراء جميل ومحترم وروح رياضية ومتعرف عليه في كل اللعبات تقريبا فنلاقي انه البنات بتاع كرواتي رفضوا المصافحة ويسيبوا الملعب انا مفهمتش هم ما خدوش بالهم مثلا او حاجة مش عاديين نحكم على الناس بالزور برضو ترجمة نانسي قنقر